هذا هو الساحل الوحيد في محافظة لحج جنوب البلاد ويقع غرب العاصمة المؤقتة عدن ومن الجهة الجنوبية الغربية يقع بمحاذاة المضيق الدولي باب المندب على الامتداد المقابل يربط منطقة رأس العارب بحرها الغني بأجود أنواع الأسماك حيث تعد من المناطق الرئيسة التي ترفض الأسواق بمحافظتي لحج وعدن بشتى الأسماك وهي التي ظلت ترفض خزينة الدولة أيضا بملايين الريالات على مدى سنوات لكن المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والإيرادية لم تعد كذلك اليوم حيث يعاني الصيادون هنا ظروفا قاسية أثرت على مستوى استيادهم وتوريدهم للأسماك في الأسواق المحلية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها لا يقع اللوم هنا على الصيادين لأنهم ليسوا سببا في هذا الارتفاع المتصاعد بأسعار الأسماك فهم يدفعون ثمن الارتفاع المضاعف لأسعار أدوات الاستياد وأسعار المشتقات النفطية التي أثرت سلبا على مستوى استياد وتوريد الأسماك للأسواق المحلية عوضا على استمرار التحالف العربي بإطلاق التحذيرات من عدم التواجد في السواحل اليمنية لن نحصل على أي دعم للسلطة المحلية في المديرية أو للسلطة المحلية في المحافظة وخاصة السيادين المحافظة وسط غياب الدعم من قبل السلطات المحلية في المحافظة وترك القطاع السماكي فريسة لجشع التجار الذين زادوا العبء على الصيادين من خلال رفع أسعار المحركات والمشتقات النفطية ناهيك عن عدم اكتراث السلطات من خطر الاستياد العشوائي في البحر لعدم وجود الرقابة الذي أثر سلبا على إنتاج الموارد السماكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر